السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب آلام أسفل البطن جهة اليمين عند الحامل 1- الشد العضلي تكتسب النساء الحوامل وزنا إضافيا خلال مرحلات الحمل يتراوح بين 11 ل 16 كيلو جرام هذه الزيادة في الوزن مهمة لنمو الجنين وتغذيته لكن زيادة الوزن بالإضافة إلى تجربة العديد من الوضعيات للحصول على وضع مريح يسبب آلاما في عضلات البطن جهة اليمين وقد يمتد إلى عضلات الظهر وتقدر الإشارة إلى أن الشد العضلي أكثر شيوعا في السلوس الأخير من الحمل 2- آلام الربط المستدير الأربطة المستديرة هي المسؤولة عن تثبيت الرحم مكانه لكن خلال الحمل ينتفخ البطن مثل البالون مما يسبب تمدد الأربطة المستديرة وتركقها في بعض الأحيان تكون هذه الأربطة متهيجة أو مجدودة جدا مما يسبب آلاما شديدا أسفل البطن جهة اليمين وهذه الآلام أكثر شيوعا في السلوس الثاني من الحمل قد تشتد ألام الأربطة المستديرة عند الاستيقاظ صباحا أو عند الحركة السريعة أو السعال أو العطس 3- اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغازات والإمساك والانتفاخ وترتبط هذه الأعراض بارتفاع مستوى الهرمونات وانخفاضها خلال الحمل خصوصا في السلوس الأول والثاني من الحمل أما في السلوس الثالث من الحمل فيكون تأثير الهرمونات أقل لكن زيادة الوزن تولد ضغطا على الجهاز الهضمي مما يسبب حركة المعدة وألامها 4- انقباضات براكستون هيكس أو انقباضات المخاض الكاذب تحدث عددا في السلوس الأخير من الحمل لو من المحتمل أن تحصل في بداية الحمل انقباضات تشبه المصاحبة للدورة الشهرية وتسبب شعورا بالشد أسفل المعدة وألم جهة اليمين من البطن وأيضا التقلصات حدوث التقلصات خلال الحمل أمر طبيعي وقد يسبب ألام البطن جهة اليمين خلال السلوس الأول والثاني من الحمل تحدث التقلصات نتيجة لتمدد الرحم أما في السلوس الثالث فتحدث نتيجة للشد العضلي حول المعدة ومنطقة الفاغذ كما أن ممارسة الجماع في السلوس الثاني والثالث من الحمل يمكن أن يزيد من هذه التقلصات وهناك عدة أسباب أخرى مثل الحمل خارج الرحم والإجهاد والتهاب الزائدة الدودية وحصل مرارة وتسمم الحمل ومشاكل الكبد والتهاب البنكرياس لذلك يجب استشارة الطبيب في حال تشارة المرأة بأي ألام ننوه في نهاية الفيديو أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب والمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعموا لك وكومنتو تشاره الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر